طيب قبل ما ننتقل لضيوفنا هذا المعنى قيل بتفصيلة أهم وأكتر شوية بالليل مع الأستاذ هاني حتحول برضو بنفس المهنية بتاعة الكابتل الشبانة استضاف رئيس نادي المريخ اللي قال له إحنا ودينا سمعتها بنفسي لما خدنا القرار خدناه قبل دور المجموعات ولعبنا مباراتنا في هذا الملعب وكل تدريبنا وكل مواتشاتنا خدناه هنا فمن الغرابة أن يطلب مننا أن احنا في مواتشنا مع الأهل الأخراني ننتقل إلى ملعب غريب يعني ده بالعكس أنت بتخرجني أنا بتمرن بقى كل الوقت هنا لعبت سانداونز هنا وعبت الهلال هنا وقبل كده لعبت في دور الثنين وثلاثين بتاعة أهل هنا فأجي في ماتش مع النادي الأهل أقول له تعالى نلعب برنا وأنت يبقى أنا غيرت ملعبي والحقيقة أن أحسن أحسن ماتشين المريخ لعبهم لعبهم ضد الأهل كان أكثر من ند فما فيش أي يعني كلام ينفع يتقال إلا أن يعني حضرتك تقولين رأيك وبعدين أكرم بيقولين رأيك بص أول الأهلي عمره لم يزبط عليه تاريخيا متورط في مثل هذا النوع من الاتفاقات مش محتاجت؟ لم يزبط تاريخيا حتى في لحظات ضعف مستوى الأهلي لم يزبط تاريخيا وإدارات الأهلي من أول رئيس للنادي حتى للكابنة الخطيب لم يزبط بالعكس الأهلي دائما بيقوم نفسه طول الوقت الأهلي وقف حسام وإبراهيم وإبراهيم حسن وقف المغرب عشان عمل تصرف قبل ما وصل القاهرة الأهلي يعني عشان تنطق أو تتواجه تهمة زيدي الأهلي لازم تشوف تاريخ الأهلي الأهلي لم يزبط عليه تاريخيا أي اتفاق تحتي أو غير أخلاقي لأن الرياضة أصلا أخلاق في الأول كمان إدارة الأهلي أنا بقترح حاجة في إدارة الأهلي ريت يعملوها يعني فيه أكتر من نادي أهلي في المنطرة العربية ممكن يعملوا منتدى للأندية الأهلي بقى فيه اتفاق تعاون تنقل لعيبة هيتفصل غلط برطو لا 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 هيتأي استقطاب لأندية لا لا خالص ترجمة نانسي قنقر